طيب خليني أقول لحضراتكم بداية عشان أنا نسيت اسمه برضو مهم جداً كي لازم أتكلم عليه في البداية وتقلقه كان سبب برضو مباشر في وصول مصر لمواجهة المغرب هو أبو جبل اللي نزل في توقيت صعب جداً خدوا بالحضراتكم أولاً طبعاً الشنناوي عامل جيم ولا أروع يعني تقريباً يعني يحسب للشنناوي 85 دقيقة شل فيها هجوم الأفيال بشكل أكتر من رائع الحياة حدث المرمى لما ينزل في مباراة نوكاوت مباراة صعبة جداً يمثل منتخب بلده طبعاً في بطولة مهمة جداً ونازل في آخر 4-5 دقيقة من الشوط من الوقت الأساسي يعني بيبقى هنا عليه ضغط رهيب جداً آه هم 5 دقيقة بس ممنوع تماماً من منوع منعاً بدتاً أنك تستقبل هدف لأنه هدف هدف ذهبي يعني الكودفور لو سجلت هدف في آخر 5 دقيقة هيبقى صعب جداً على المنتخب الوطني أنه يرجع في المباراة مرة تانية فده يعتبر بمثابة هدف ذهبي لو دخل فيك الجندة وانت الحارس البديل هتشيل الليلة فده ضغط كبير جداً على أبو جبل ضغط نفسي وعصبي كبير جداً لكن الولد الحقيقة نزل وأجاد في الخمس دقايق وأجاد بعد كده في الأكسرا تايم وكان سبب كمان في أنه يكون عنصر الحسم في ضربات الترجيح اللي وصلت بيها مصر لمواجهة المغرب في أبو جبل الحقيقة برضو من لعيبة أنا قلت طبعاً أنا مش عايز أنسى حد أنا بقول كل لعيبة منتخب مصر أنا راهنت قلت لو في رهان هنا في السادسة قلت لو في رهان على مشوار مصر في أمم أفريقيا هيكون قلتها بنتها الصراحة هيكون رهانة على رجالتنا وقد كان مش على الجهاز الفني أنا بالنسبة لي كارلوس كيروش لسه لغاية اللحظة ما قدمش أوراعة ماده طبعاً يحسب لي أنه بعت عن الاختراعات والافتكاسات والابتكارات اللي كان بيحاول أنه هو يطبقها مع منتخبنا وأثبتت فشلها الزريع يحسب لي أنه رجع مرة تانية عون تراك لكن بصمات مدرب مدير فني بحجم كارلوس كيروش لسه ما شفتهاش عنده بعد أبو جبل عنده في اختبار المغرب امتحانين صعبين الامتحان الأول يكمل بعبد المنعم الولد الحقيقة يعني ما شاء الله شخصية محترمة جدا لعيب ولد عملاقاً زي ما بيقولوا مش عايز أكبر فيه قوي ومش عايز نمق عشان إحنا عندنا ساعة كده لما بننفخ الناس بالله أخطاء ملهاش تزمة لكن الحقيقة بداياته مباشرة محدش يقدر يختلف ثقة في نفسه عنده قدرة كبيرة خدوا بالكم مهارات المدافع تختلف بشكل كبير جدا عن المهاجم يعني فكرة التوقع فكرة الإراية إراية الجملة من أولها عالية جدا عند عبد المنعم فهل من الممكن أنه يكمل عبد المنعم ولا الوينش نرجع له مرة تانية والوينش طبعاً لعيب مهم جداً ومقدم مستويات أكتر من الرائعة طبعاً الإصابة هي اللي حرمته من مشاركة في مطشاط المنتخب الأخيرة الجزء التاني خاص بنص الملعب حمدي فتحي والأسف شديد أنا يعني طبعاً مهند لشين أنا من لعيبة اللي نديت حقيقة وقدم ياخد فرصة مع منتخب مصر بس طبعاً خبرته الدولية في مطش زي المغرب أعتقد مش في صالحه قوي وبالتالي السؤال هنا هتلعب بمين؟ الراجل بيفكر في اسمين في ظني يا أحمد ساد زيزو يا أيمن أشرف وده هيرسم بشكل كبير جداً ملابح الخطة والطريقة اللي هيلعب بيها كارلوس كيلوش قدام المغرب هيلجأ أكتر للتأفيل ونلعب جيم دفاعي ونعتمد فيها على المرتدات زي ما عملنا في أوقات كتيرة جداً مع كود ديفور وكانت خطيرة وكان ممكن نخلص وبالمناسبة رسالة لمهاجمي منتخب مصر وعلى وجه الخصوص مصطفى محمد وعمر مرموش ومحمد صلاح المتشاطة الكبيرة اللي من النوع ده بتخلص من فرصة واحدة بتهيئ لأن مستويات التركيز كانت بعيدة جداً جداً علينا في مباراة كود ديفور نتمنى إن شاء الله تكون حضرة قدام المغرب وبالمناسبة اللي قدر يعدم الأفيال يقدر يعدم من أسود الأطلسي